هذا هو مراته والزاتور ورحمه ولح فعل انف احنا نزل اي منه واني ما عادش يجاي منه يا باي هو امني وهي بنتي واني بستسمحك يعني يبقى سندي في الحياة معلاش جاية تنزل عن الدعوة المدنية دي انا قل بمقصوم اتنين وهي ماتت في ووجه رب كريم عندي ربه بس هو بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سحيت النهاردة على فيديو مستفز جدا لو بحكمة واحد ولع فاخته علشان المراس واحد في المنصورة ابوه قبل ما يتوفى كتب شقة باسم اخته بعد ما ابوه توفى هو مش عاجبه الكلام ده قال يعني بقى امراته سخنته فطلع ولع فاخته ببنزين وزا امه امه طلعت على السطح عادة التصوت الناس طلعوا مالحقوش اخته اخته توفت اخته عندها 25 سنة كانت هتتجوز بعد رمضان ولع فيها عشان خطر المراس وعشان خطر الورث واللي استفزين اكتر النمو في المحاجمة بتقولي يا ست القاضي سبهولي انا جاية تنازل انا مكانش عندي الا اتنين واحدة توفت الله يرحمها ومعادش اللي ده هسيبهولي تسند عليه وفي الحقيقة ده بيفكرني بالامهات اللي طالت تقولك انا ابني متربي احسن تربية وبنتي متربي احسن تربية وهم لا متربيين احسن تربية ولا زفت ليه بقى لان كتير من الامهات بتخاف على ابنها او بنتها بتخاف عليهم زيادة عن اللزوم بتخليه معاق بتطلع منه شابه معاق والاعقة هنا لو هي من عنده ربنا احنا بنرتضي بيها انما مايبقاش ابنك سليم وعقله سليم وتربية تربية المعاق كام ام كده بتعلم ابنها يا ابني انت بعد ما تاكل لازم تشيل طبقك وتخسله وتمسح تحتك وتنظف سريرك عشان يطلع ميتحمل المسئولية وتربية بنتك كده عشان لما يتزفده على دماغهم يتجوزهم يبقى الحياة مشاركة ما نشوفش المشاكل اصلا امي اصلا مش خدامة اللي جايبها لك وانا الطبيخ مش ملزومة به ويتخانقوا ويتطلعوا ويرجعوا لكم علموا ولاد جوا جماعة يواجهوا مشاكل احنا بنشوف ناس في تانية طب وطالتة طب اول ما بيواجه مشكلة بينتحر ولا بيبوت نفسه مش متعود ان هو يواجه مشاكل التعليم الجيد مش هتخلي ابنك جيد كونك ان ابنك في مدرسة كويسة او بتعلم تعليم كويس مش دي الاسلحة اللي هيواجه بها الحياة هو ما بيتعلمش في المدرسة اهم حاجتين اول حاجة ازاي تواصل مع الناس وازاي بقى شخص اجتماعي شخص يحف يتعامل مع المشاكل ودي حاجة المدرس ما بتعلمش ازاي تجيب فلوس المدرس بتقولك اتعلم عشان تتخرج وتشتغل التعليم بيأهلك ان انت تبقى موظف والوضع حاليا معاتش فيه انت لو اتخرجت من كلية هندسة مش هتلاقي شغل انت لو اتخرجت من كلية تجارة مش هتلاقي شغل المحامة مش هتلاقي شغلة ومدرس مش هتلاقي شغل فكونك انك تعضي نص حياتك في التعليم وفي الاخر تطلع متعرفش تجيب فلوس انت هتخليك تيتي لأختك عشان المراس وتيتي لأي حد لانك انت متعودتش تجيبي الفلوس انت هتعلمتش اي مهارات تخليك تجيبي الفلوس انت كل اللي اتعلمت في حياتك انك تزاكر علشان تكتب في الامتحان عشان تتخرج تشوف شغلانا كده بقى مش مربية ابنك احسن تربية لأ انت اللي علمت ابنك سلوكيات يقدر يتعامل بيها مع امراته مع المجتمع ويبقى شخص سوي سليم ولا علمتش ازاي يجي فلوس انت علمتش احسن تربية في ايه بقى وفي الاخر تقولي القرضي سبهولي عشان يبقى سندي هو عمره ما هيبقى سندج ده هو هو ولع فخته عشان شقة هيسندج ازاي ده هيولع فيك انت كمان وربنا يرحمنا جماعا برحمته يعني